السلام عليكم مرحبا بيكون في فيديو جديد النهاردة في قناتكم تربية بيتي ان شاء الله النهاردة هقولك ازاي تربي تيور او تربي كتاكيد بالذات في فصل الربيع من غير ما تخافي عليهم ابدا انهم يموتوا عندنا مثل في مصر دايما بيقول كتكوت التوت بيموت اشعرف اذا كانتوا عارفينه ولا لا بس احنا بتاعنا لقينا المثل ده انه الفراخ في الفترة دي تقالي هو ايام الربيع كتكوت التوت عشان احنا شجر التوت بيبدأ يتظهر ويطلع ورق وتوت في الفترة دي اللي هو من شهر 3 و 4 و 5 فدايما الناس في شهر 3 و 4 بتخاف على فكرة انا ما بربيش فراخ غير في شهر 3 و 4 بقى ان بيبقى بداية الدفا والجو بقى حلو كده ومشير والدفا ده كله بيبقى حلو قوي ان شاء الله النهاردة هقولكم عالسر بقى اللي ممكن يخليك تربيك تكوت في اي وقت من جير ما تخافي ابدا من انه يموت هو ليه بيموت يا جماعة في الفترة دي لان تقلبات الجو وتقلبات درجة الحرارة كمان الفيروسات بتنتشر في الجو بطريقة وحشة فبمكن الطيور بتاعتك تتعرض دايما للبرد والاتشاط البرد الجامدة اللي ممكن تخليها تموت فاحنا ان شاء الله هنعمل اللي نقدر عليه عشان نقويهم ونحصنهم من التقلبات الجو دي الفراخ زي ما انتو شايفين كده دول الفراخ الجميزة عندهم النهاردة 12 يوم ما شاء الله زي ما انتو شايفين وزني جميل وزي الفل وما فيش اسهال بس مشكلتهم بقى وغلسيتهم انهم لازقين في بعض بس هما كده مسكين في بعض زي ما انتو شايفين كده وكمشانين على بعض لان انا عشان عندي شمس يعني عندي امكانية ان انا حطهم في الشمس فانا بردتهم خالص وهوتهم وروحت مطلعهم في الشموسة وسبتهم فيها كانوا فرحانين جدا 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 بالشمس دي لان الشمس بتطهر وبتعقم وبتقضي على اي فيروسات واي مقربات في الطيور بتاعتك يعني حلوة قوي قوي ان انت تعرضي الفراخ بالذات بعد ما يتموا سبع ايام تعرضيهم لاشعة الشمس المباشرة سبيهم في مكان في شمس وفي ضلة وهم انما الفراخ البيضة لأ الفراخ البيضة برضو انا عزلتهم دلوقتي لان انتو عارفين انا كنا مربعينهم مع الجميزة دي بس ما شاء الله دلوقتي بقى 12 يوم ما ينفعش احطوهم مع اي حاجة عايت اخسار الدورة بتاعتك لو حطت الفراخ البيضة مع اي نوع فراخ تاني انت كده ما تستنيش اوزان بتقولي ليه اقولك ما عرفش هما ما بيعرفوش يعيشوا مع اي نوع تاني من غيرهم يعني الفراخ الديت لو اتحطت مع بط مع بلدي حتى مع اساسه ما بحبش ان انا ربيهم مع اساسه انت عايت توصلي الاوزان ثلاثة كيلو ونص واربعة كيلو يبقى يتربوا لوحدهم فراخ البيضة بزي تحساسها جدا جدا وبتحب تدلع من الاخر البطاتين دي عفكة نظيفة هما اللي بهادلوبها يعني هما انا لسا سب بطلب المكان بقى لي حوالي ساعتين بس ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده زي الفل الحمد لله عفكة لامرش باندفك تحت يوم كل يوم يعني بسيبهم يومين او يوم ونص لما لقي الدنيا خلاص بازت اروح معاملة بس ما تسيبهمش كتير عشان الرطوبة بتدر يعني مش هنقد حياتنا كلها نشتغل مع الطيور يعني وبالذات كمان زي ما قلتلك قبل كده انك لما تبقى مركزة عليهم قوي هيتعبوا منك معلش بقى نبدأ في الفيديو الكلام خدنا اللي انا عايز اقولك عليه النهاردة ان شاء الله الحاجة الرهيبة اللي هتحافظلك على طيورك هو مضاد الفيروسات النوع ده اسمه فيروستات زي ما شفتيه كده قبل كده هرجع الفيديو تاني وانتي هتلاقي مضاد للفيروسات وكمان هنستخدم رافع مناع ليه بقى؟ ان الجو دلوقتي كل مشاكل اللي فيه هو انتشار الفيروسات ايا كان نوعها بقى فاحنا عايزين نخلي الفراغ بتاعتنا قوية وتتحمل الجو ده والحاجات دي فالسر في انك تحافظي على طيورك من نزلات البرد ومن الفيروسات المختلفة الكتير اللي لا تعد ولا تحصى ومنتي بتبقش عارفة الطيور بتاعتك فيها ايه؟ طب ليه ما انا اعمل لها مناعة او من الاولة دي هوقاي؟ الازازة دي بتسعة وعشرين جنيه تقريبا وهما الاتنين باربعين جنيه شريط انا جبت دي ازازة الفيروسات ده ارخص من الزيفوراكس بس طبعا زيفوراكس قوي جدا ما شاء الله عليه انت لو عندك طيور وعندك شوية فراغ وخايفة عليهم هتستغني عن 100 جنيه تجيب زيفوراكس بخمسين واميولانت بخمسين بس هيكفوك لكل طيورك لو انت عندك كمية طيور كبيرة يبقى هاتي فيروستات اللي انت شفتي ده وشريط واحد من الاميولانت ده وهتحطي الصبح فيروستات غطايا من الازازة دي على لتر مية او على السقية كلها بتاعته تمام؟ وبعد العصر هحطت لهم برشامة اللي هي الكابسولة دي افكها برضو في المية اميولانت الاميولانت ده رائع 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 بيخلي الطائر يلمع كده ويصحصح ويبقى زي الفلم زي ما انت شايفينه وانا قلتوك هم كامشارين كده عشان كانوا في الشمس ودخلوا المكان بارد بالنسبة بعد الشمس يعني بس انا حبيت اطهرهم واعقاموا لهم جسمهم كده في الشمس ويجروا ويلعبوا ويستحموا في الشمس وفي التراب الاميولانت ده ورافع المناعة اللي هو والفيروس ده دول الاثنين دول هم سلاحك في فترة الربيع علشان تحافظي على طيورك اي نوع طيور عندك كبيرة صغيرة انت خايفة عليها من الفيروسات تستخدميهم وان شاء الله في الفترة الجاية هجيب لك بدائل رهيبة يمكن اقوى منهم طبيعية جدا ورخيصة وموفرة ممتازة بس دول انا باستخدمهم لما بيكون معنديش وقت يعني انا مش فاضي اعمل خلطات خايفة على الطيور بتاعتي لان خلاص هم فعلا كامشانين هم فعلا يعني داخل عليهم كده مود مش حلو انا شايفاهم انه هم ايه مش مريحيني اللونهم مش رشهم مش حلو على طول باستخدم الحاجة الاقوى لكن انت عشان الوقاية ان شاء الله هنعمل شوية فيديوهات بقى عن مضادات الفيروسات دي انتظروها انتظروها بقوة لان هي هتريحك كتير وهتخليك تكتر عندك الطيور وتبقى مش عارفة تلاحق على الطيور لان بعد ما كنتي بتربط طيور وتموت ان شاء الله الطيور مش هتموت عندك دي اننا هنستخدم بدايل لمضاد الفيروسات ده وبدايل لرافع المناع ان شاء الله باذن الله في الفترة اللي جاي علشان نبقى جيبنا حاجة اقتصادية ورخيصة ولكن انا حبيت ابدأ بالاقوى علشان الناس اللي ما عندهاش خبرة اللي ما ربطش طيور قابلي كده بكتير وخايفة وعايزة تربي بامان عايزة تربي بامان يبقى في الفترة دي بالذات في فترة الربيع لازم تجيب مضاد فيروسات ورفع مناع لازم علشان يعني ايه تقدري تنجي بالحاجة اللي انت صرفة عليها ومكلفها وكفاية تعبك فيها فمش مشكلة بقى 40 جنيه يعني انا ما شاء الله عندي دول ودول وبعدين مش هحطولهم بس والله انا بحط الحمام كمان منها وبحط كمان للفراخ اللي هي بتبيض فيعني مكافي الطيور كلها فحلو حلو لو انت حطيتي ثلاث مرات في الاسبوع حلو جدا وكفوك مرة كمان ثلاث مرات في الاسبوع التاني ممتاز لكن عايزة تعملي وقاية ومنظمة نفسك يبقى مرة واحدة انت بحطي يورك حلوة مفياش حاجة تحطي وقاية يبقى تحطي مرة واحدة في الاسبوع هتحطي المضاد الفيروسات ده مرة واحدة في الاسبوع ورفع المناعة خليه مرتين يا ست تمام كده انا هقفل عليهم بقى عشان هم بردانين وانا اللي كشفتهم فعشان كده لازا عين هقفل عليهم بالسجادة اللي انت شفتوها دي عشان اكتمهم خالص من الجو ده لان انا عندي بره دافي وجوه في المكان ده برد شوي اتمنى مكونش طولت عليكم وانتظروا فيديوهات الجاية واتنسوا اللايك شكرا والسلام عليكم شكرا